اشتركوا في القناة حلقتنا المرة دي بعنوان كم الوقت الطفل في كيجواني بيتعلم ريدنج تايم كراءة الوقت وبنركز على معرفته على الساعة وكمان نصف الساعة وده من خلال اللي هي الساعة الحوائط وبيعرف كمان اليوم يحتوي على 24 ساعة تعالوا نشوف ازاي نعلم الطفل ريدنج تايم من خلال الفيديو الجيدة تأسيس ماسكي جيوان كم الوقت بنعلم الطفل معرفة كراءة الوقت من خلال ساعة الحوائط اللي موجودة عندنا في البيت او من خلال الساعة اللي قدامنا دي بتكون ساعة يدوية موجودة في الماس والفي القاع وبتكون بأي شكل ممكن نعمله المهم يكون فيها ساهمين بيتحركوا عشان الطفل يقدر ان هو يستخدمها ويقدر يحدد عليها الوقت اللي بطلبه منه هنا اول حاجة بعلمها للطفل من خلال الكلوك دي ان الساعة مراكمة بعد كده بعرفه الأور هاند الأور هاند اللي هو بيكون عقرب الساعة بيكون سمول هاند عقرب صغير بيعبر عن الساعة والمينت هاند ده بيكون عقرب الدقايق بيكون بيج هاند عقرب كبير ده بيعبر عن المينت اللي هي الدقايق هنا أول حاجة بعلمها للطفل الأور اللي هي الساعة المزبوطة زي مثلا هنا عندنا نمبر وان عليه الأور هاند ونمبر تولف عليه المينت هاند يبقى كده تتقري ايه؟ تتقري وان او كلوك طيب ولاو بالنمبر تبقى one double zero ولاو بالنمبر تبقى one double zero seven o'clock ولاو بالنمبر seven double zero what time is it? it is eight o'clock it is eight o'clock ولاو بالنمبر nine double zero what time is eight o'clock it is ten o'clock it is ten o'clock ولاو بالنمبر ولاو بالنمبرز eleven double zero what time is it? it is twelve o'clock it is twelve o'clock ولاو بالنمبرز twelve double zero تاني حاجة بعلمها للطفل الهوف اور نصف الساعة زي ما موجود قدامنا كده الهور هاند ما بين two numbers والمينت هاند على نمبر سيكس لما بيكون المينت هاند على نمبرز تكسيب اكده نصف الساعة what time is it? what time is it? it is half past one it is half past one لما بتكون بالنمبرز one thirty one thirty what time is it? what time is it? it is half past three it is half past three لما بتكون نمبرز three thirty three thirty what time is it? it is half past five it is half past five لما بتكون نمبرز five thirty five thirty what time is it? it is half past seven it is half past seven لما بتكون نمبرز seven thirty seven thirty what time is it? it is half past ten it is half past ten نمبرز ten thirty ten thirty تعالوا نشوف بعض الاكتيفتس اللي ممكن نطبقها مع الاطفال من خلال الفيديو الجايدة اكتيفتس ممكن نعمل اشكال مختلفة من الكلوك زي اللي موجودة قدامنا دي تعلم عليها الطفل time دي معمولة من الغطيان البلاستيكية الطفل هنا بيقدر يحدد عليها time دي معمولة من الكارتون وعليها النمبرز من الفوم from one to twelve ودي معمولة من الكارتون وعليها الورق مكتوب عليه from one to twelve ممكن من شكل الاستوانة نعمل برضو ممكن من شكل الطبق ده ممكن نعمل عليه برضو النمبرز من الفوم ونعمل عليه السهمين دول بحيث ان الطفل يقدر ان هو يحركه ويحدد time دي برضو من الشكل الكارتوني الطفل هنا بيتعلم عليها time ويقدر ان يحرك السهمين دول ودي كمان استوانة برضو بشكل مختلف دي من القماش الطفل هنا قادر ان هو يحرك برضو السهمين عشان يحدد time ودي كمان من القماش بشكل مختلف تاني شكل يجذب الطفل بحيث ان يتعلم عليها بشكل اسرع دي اشكال برضو كارتونية نقدر ان احنا نعملها بشكل مبسط بحيث ان احنا نعلم الطفل من خلالها هيحب جدا فكرة ان يتعامل من اي خامة موجودة عندك فكرة الساعة هيتعلمها بشكل اسرع لان الطفل بتجذبه الحاجات اليدوية دي جدا ده من خلال طبق برضو الطفل قادر ان هو يعمل هنا برضو من خلال طبق الطفل ماسكو هو اللي بيحدد عليها الساعة باستخدام الهانس الخاصة به هنا عامل عامل نمبر ناين موسيقى 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 ودي بعض الوركشيتس فور تايم هتلاقوها موجودة في الدسكريبشن بوكس من خلال لينك ادخلوا عليه وحملوا الوركشيتس وخلوا أولادكم يحلوها وبكده تكون انتهت حلقتنا والمزيد من الحلقات القادمة دعموا القناة بلايك كومنت ان شير الموجودين أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته